اهلا بكم يارب كلكم تكونوا بخير هنعمل عندنا هنا في الاول ربع كيلو من اللحمة المفرومة 250 جرام حط عليهم بصلة متوسطة او كبيرة متقطعة معاها ورق من البقدونس معاها خمس معالق تقريبا كبار من البقصمات الناعم فصلتوم وبيضة ومعاها 250 جرام او ربع كيلو من البطاطس اللي هي بطاطساية كبيرة كده شوية متقطعة ولو تحبوا تضيفولها كمان جزر ممكن تحطوا معاها جزراية هناخدها ونضربها كويس جدا في الكبة او محضرة الطعام لجاية لما تبقى نعمة خالص لو مش عايزين تستعملوا محضرة الطعام هنحط كل حاجة من المكونات دي مفرومة او متقطعة كويس قوي والبطاطس هنبشرها بالنحية النعمة من المبشرة ولو استعملنا جزر برضو هنبشره بالنحية النعمة من المبشرة بعد كده هنحط علي معلقة صغيرة من الملح نص معلقة من الفلفل الاسود معلقة صغيرة من البصل البودرة معلقة ونص صغيرين من بوهرات الكفتة او كيس من بوهرات الكفتة الجهزة معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من التوم البودرة معاها نص معلقة صغيرة من البيكينج بودر هنقلب المكونات مع بعض كويس لو لاحظنا انها عجينة بتاعتها طرية او بتلزق كده شوية هنحط معلقة كمان او معلقتين من البقصمات النعمة بعد كده هنخلطهم مع بعض كويس سيبه يستريع خمس دقايق بعد كده هناخده ونشكله هنشكله بشكل اللي احنا عايزينه انا عملته هنا على شكل صوابع كفتة بس مبططة كده شوية وحجمها يعتبر متوسط الى كبير نص كيلو او ربع كيلو من اللحمة المفرومة عمل معنا من 17 ل 18 قطعة من الكفتة الكبيرة بعد ما هنشكلهم كلهم هنجيب بيضة عليها ملح وفلفل اسود هنحط عليها ربع كباية من اللبن او الميا بعد كده بعد ما نخلطهم كويس هنحطها الاول في البيت زي ما بنعمل بقى البنيل عادي بس من غير دقيق هنحطها الاول في البيت وبعد كده هنحطها في البقسمات وهنغطيها كويس ونشكلها كده بحيث تبقى شكلها حلو ومتناسق بعد كده هناخدهم ونحطهم كلهم في الطبق في التلاجة لمدة تقريبا ربع ساعة قبل ما نقليها في الزيت وممكن برضو ان احنا بعد ما نحطها في التلاجة نحطها على صنية الفرن متغطية بورق الخبز او ورق الفرن فريزر لغاية لما نستعملها في اي وقت نطلعها على الالي على طول هنبقى محضرين زيت سخنة على النار النار تبقى متبسطة هنحط فيها الصوابع كفتة وهنقليها كويس على الناحيتين لغاية لما نتأكد انها بقت منفوشة كده شوية وبقت مستوية من جوا مش بتاخد وقت بتستوي على طول رحتها في منتهج جمال وطعمها اكتر من رائع ربع كيلو لحمة مفرومة عملنا منه اكتر من كيلو من الكفتة هتكفي العيلة كلها وكمان مغزية ولذيذة ومفيش احلى من كده ان شاء الله تجربوا الوصفة الحلوة دي وتعجبكم ياريت تقولولي رأيكم في التعليقات وياريت كمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واقولكم بقى مع السلامة واشوفكم ان شاء الله المرة الجاي بقى مش بتذكيت ح thorough